فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قالوا أيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصاره عليه أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه وقد يقلل منه وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر وهذا أيضا من فوائد العلم في أن العالم وإن وقع في شيء من الأخطاء والذنوب فإنه حرينا يتوب ويرجع ويستغفر لأن ما عنده من العلم فيحجزه عن هذا الشيء أو يوقع في قلبه كراهية هذا الشيء فيتذكر ويستغفر ويتوب فالعلم فيه خير ولو في المستقبل ولو خالفه صاحبه في وقت من الأوقات فإنه يرجع إليه فإنك تجد من عندهم علم وإن وقعوا في كثير من الأخطاء إلا أنهم أقل للناس وقوعا في الأخطاء وإن وقعوا فيها فإنهم أقرب الناس إلى أن يتوبوا ويرجعوا بخلاف من لا يعلم فإنه يظن أن ما هو عليه هو الحق فيستمر على ما هو عليه وقد يزيد من ذلك قال أو يأتي بحسنات تمحوها أو تمحو بعضه وإن لم يترك هذا الشيء فإنه يعمل بالصالحات يصلي ويصوم ويحج ويتصدق وإن كان عنده شيء من المخالفات والتشبه بالأعداء فإن هذه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن الحمد لله فتكفر هذا التشبه الذي يحصل والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فالأعمال الصالحة كفروا الله بها الذنوب الصغير ومنها التشبه قال وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر وكذلك العالم لا يكون مقدما على المخالفات وإن كان يقع في بعضها أو في شيء منها فإنه لا يكون إقدامه مثل إقدام الجاهل